موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في المراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو اي كير الاط اي كير الاط هو احدث اصدارات نتفلكس على مستوى الافلام وهو فيلم بيناقش قضية خطيرة جدا وهي قضية استغلال المسنين في امريكا وقصتنا بتبدأ مع مارلا جريسن اللي بتدير نصبايا غريبة جدا وهي استياد المسنين عن طريق العيادات والتأكد من ان ممتلكتهم ليها قيمة وبعدين استصدار حكم من احد المحاكم بفرض الوصاية عليهم بحجة انهم غير قادرين على رعاية نفسهم واقتيادهم الى احد بيوت رعاية المسنين ضد رغبتهم والبدء في استنفاذ مواردهم بقصد التربح والنصبايا دي نكحة ومستمرة لدرجة ان مارلا بتبني حواليها شركة لحد ما في يوم من الايام الشركة دي بتستهدف الشخصية الخطأ وهي جينيفر بيترسن اللي بتبدو في البداية زي ما تكون موسنة اخرى ولكن مع بداية جرد ممتلكتها مارلا بتكتشف انها مش شخصية عادية واني ليها صلاة مع ناس مش عاديين وخطرين وحيلجأوا لاي وسيلة ممكنة عشان يحرروها من قبضة مارلا فيا ترى ايه اللي هيحصل فيلم ايكيرا لط بيبتدي بداية رائعة جدا وصادمة جدا بتعريف المشاهد على تفاصيل الشغلانة بتاعت شخصية مارلا وبشرح الاركان المختلفة اللي بتسمح للاجراء ده بانه يكتمل وعملية الشرح بتنتهج اسلوب خفيف ولكنه يظل مفزع لان تصور ان حاجة زي كده ممكن يتعرض لها اي شخص في امريكا كوم وواقع ان كل ده بيتم بشكل قانوني وفي النور كوم تاني بداية الفيلم فكرتني بافضل الافلام اللي ممكن اكون شفتها واللي كانت بتثير الوعي حول قضية مهمة حاجة كده زي ده بيك شورت في منقشة كارثة سوق العقارات او ماني بقول في شرح تأثير الاحصائيات على الرياضة بشكل عام او حتى شاو شانك ريدمشن في عملية استغلال المساجين ولكن قصة الفيلم سريعا بتاخد قرار مع جبنيش اوي وهي انها ثابت القضية اللي بتناقشها ومسكت في حدوتها صغيرة حدوتة استهداف الشخصية الغلط وظهور زعيم عصابة مصمم على استردادها والصراع ما بينه وما بين مارلا عشان نشوف مين اللي هيكسب في النهاية كون ان القرار نفسه مع جبنيش ده ما بيأثرش اطلاقا على تقييمي للفيلم اه ممكن ما يخليش الفيلم من الافلام المفضلة بالنسبالي ولكن مش هقدر انكر انه فيلم حلو لو كانت الحدوتة حلوة ولكن للأسف الحدوتة اللي الفيلم قرر انه يركز عليها مش حلوة اطلاقا ولما بقول مش حلوة فانا اقصد ان فيها مشاكل ومشكلتها الرئيسية هي غياب البطل الغالبية العظمى من احداث الفيلم بتدور عن صراع ما بين شخصيتين مستحيل اتحيز لحد فيهم على حساب الاخر ايه يا جماعة وانتوا بتتفرجوا كنتوا متعاطفين مع مين مارلا ولا رومان النصابة اللي بتستهدف مسنين وبتحبسهم وبتحرمهم من انهم يشوفوا عيلتهم وبتسرق ممتلكاتهم وبتسيبهم مساجين لغاية لما يموتوا ولا زعيم العصابة اللي بيتاجر في البشر ودي صفات انا مخترعتهاش دي صفات الفيلم بيحرص على انه يقدمها وبيحرص على ان المشاهد يفهمها ولما بقول اني افتقدت البطل اللي المفروض اتعاطف معاه مش قصدي ان انا كنت منتظر روبين هود يعني يا ما كان فيه افلام كان فيها صراع ما بين شخصيات كلها سلبية ولكن على الاقل بيكون فيه سبب واحد يخليك تتحيز لجانب على حساب الاخر ولكن في الفيلم ده وفي كل فصول الصراع انا ما كنتش قادر غير اني افكر في حاجة واحدة اللي هي يا رب تولعون تولي اتنين اصلا اللي حتى ما فيكم طرف دمه خفيف شوية طب تعالوا نتخيل ان فيه سبب انا ما شفتوش يخلينا نتعاطف مع جانب على حساب الاخر هل فصول الصراع نفسها كويسة الحقيقة لأ لانها ملأمة اكتر من اللازم زعيم العصابة المجرم اللي عنده موارد غير محدودة خططه كلها مخرمة وده على الرغم من انه دلل داخل احداث الفيلم على انه قادر انه يعمل خطط نجحة وده لما بيخليها خطط بسيطة ولكن لما بيجي يعمل خطط الفيلم عاوزها تفشل عشان استمرارية الاحداث اولا بتكون معقدة اكتر من اللازم وثانيا مليانة احتمالات للفشل وده طبعا مش الحال في الخطط بتاعت الجانب الاخر حتى وهي بتتخطى الامكانيات المتوقعة من شخصية زي مارل يعني تفوقها في الصراعات القانونية ده شيء مفهوم تفوقها في العاب الذكاء ده شيء مفهوم والحقيقة المراحل دي في الصراع ما بين الشخصيتين كانت فعلا كويسة وما كانش ناقصها بس غير سبب يخليني افضل طرف على حساب الاخر بس تعالوا نحط الموضوع ده على جنب تاني بس صراعات الاكشن يا جماعة طب ازاي بس اغلب الوقت الفيلم كان بيلتزم بالاجواء الخفيفة وده قرار جيد ولا يتعرض مع جدية الاحداث شيء بيدعم نقل انطباع الكوميديا السوداء والاحداث بتاعتنا بكل تأكيد كوميديا سوداء تتخلى لها فواصل درامية فعالة وحركية مقبولة وتخيم عامل الصراع الابدي ما بين القط والفار ويمكن الحاجة الوحيدة في تقدير الشخصي اللي بتساعد على التفاعل مع الاحداث هي كارزمة القط والفار حتى والقصة مجرداهم من عناصر الجاذبية ومحملاهم بقرارات ملأمة اكتر من اللازم بس روزة من بايك بكل تأكيد بتستعيد فورمة جون جيرل ويمكن جون جيرل نفسه هو اكبر دليل على اللي انا كنت بقوله لان رغم كل الصفات السوداء اللي كانت فيها في الفيلم كان برضو فيه شوية اسباب تخلينا نشجعها بس ما علينا حنحط الموضوع ده على جنب معلش انا محتاجة اتعلم ازاي تخطار حتعلم حتعلم وعلى مستوى التعلم فاهم حاجة انا شخصيا اتعلمتها منها هي الظروف اللي بتخلي شخصية زي دي تتكون ايه لي خلي اي انسان في الدنيا يتحول لشخصية زي دي وليه شخصية زي دي بتقاوم كل الاخطار اللي قدامها عشان تستمر في اسلوب حياتها ده كله مش مشروح ومش متقال جوى الفيلم ده اسلوبها هي في تبرير القرارات المخرمة برضو اللي الفيلم فرضها عليها روزة من بايك كان عندها في الفيلم عسف منفرد كده في تسلسل طويل فضلت فيل وحدها على الشاشة الفترة طويلة كان رائع رائع على مستوى اداءها ورائع كمان على مستوى المفردات الاخراجية لانه مشهد حركي ومعقد جدا ولا يعيبه غير ان فكرته مقتبسة شوية من احد مشاهد كيلبل واه معلش اني برضو ما كنتش قادر اتعاطف معاها فيه انا اسف انا اسف بيتر دينكليج على الجانب الاخر مفيش كتير يتقال عن شخصيته هو بس هيفضل حاجة جميلة جدا طالما تواجد في اي فيلم وكونه وصل بالشخصية بتاعته البر الامان رغم كل المشاكل اللي كانت في تصميمها فده كافي جدا بس الاداء الافضل في الفيلم كله في رأيي هو الدايان ويست اللي قامت بدور جينيفر باترسن المسنة اللي بتشكل محور احداث الفيلم كله وده ببساطة لانها قدمت اداء ممكن يتشاف من النحيتين نحية المسنة المسكينة الضحية اللي بتتعرض لعملية انتهاك اجرامية وفي ثانية التحول للشخصية الخطيرة المهددة اللي المفروض فعلا تشعرك بالقلق حقيقي اعتقد ان الاداءات دي كانت تستحق فيلم افضل من كده فيلم اي كارالات بيتناول قضية خطيرة جدا رغم اننا مش مدركين قوي لحقيقة الخطورة دي ولكنه للأسف تناول سيء وجبان سيء لانه قرر انه يتبنى حدوتة مليانة مشاكل وجبان لانه برق السلطات القانونية في امريكا بالكامل لا البوليس متواطئ ولا القاضي متواطئ هم بس يعيني عندهم حالة من حالات العبط والهبل بينما القضية الوحيدة المشابهة اللي انا عن نفسي اعرفها في الواقع الامريكي وكان لها علاقة بدور الاحداث القاضي فيها كان متورط وتم تجريمه الاداءات التمثيلية كانت جذابة وجيدة جدا وكانت ممكن تشيل الفيلم بالكامل لولا بس ان انا كنت عوزهم كلهم يموتوا في اول ربع ساعة اه يا جماعة معلش السينما التجارية بالنسبة لي عاملة زي مطشاط الكورة مش حعرف انبسط الا لو لقيت حد اشجعه تقييمي لفيلم اي كيرا لات هو اربعة من عشرة وبالمرة بقى نهاية الفيلم وحشة جدا كمان منقشة الحلقة ايه هي افضل الافلام في رأيكم اللي كانت بتناقش قضية حقيقية ياريت تسهموا برأيكم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بودجو وبي باي